اشتركوا في القناة مثل ما تعودنا في بداية كل درس عندنا نظام مقررات مشترك التوحيد واحد كما تعودنا في بداية كل درس لازلنا في الوحدة الخامسة نأخذ اليوم الدرس السابع ويبقى عندنا غدا الدرس الثامن درسنا اليوم هو الحكم بما أنزل الله أو الحكم بغير ما أنزل الله نتعرف على حكم هذا وعلى حكم هذا ومثل ما تعودنا في بداية كل درس نأخذ مراجعة سريعة نلخص فيها ما تكلمنا عنه في الدرس الذي سبقه الدرس الماضي كان عن الدرس الماضي كان الدرس اليوم الحكم بغير ما أنزل الله نأخذ صفحة 158 في الكتاب إلى 162 قبل ما ندخل في الدرس نأخذ مراجعة سريعة على الدرس الماضي الدرس الماضي كان عن الاستهزاء بالدين عن الاستهزاء بالدين وأن هذا من الأشياء التي تناقض الإيمان من الأشياء التي تناقض الإيمان السؤال الأول ما الواجب علينا اتجاه ديننا ما الواجب علينا اتجاه ديننا نفكر وش الواجب علينا اتجاه ديننا أولا تعظيمه الاعتزاز بالانتساب لهذا الدين المحافظة عليه فعل ما أمر الله تبارك وتعالى وترك ما نهى عنه هذه الأشياء اللي ذكرناها في تمثل الإسلام أن الإنسان يكون قدوة حسنة وإذا رأيت فلان أثنيت على فعله وأثنيت الإسلام فيكون خير سفير لدينه ومجتمعه وأمته ووطنه من الأفعال التناقض التوحيد والاستهزاء ما معنى الاستهزاء؟ ما معنى الاستهزاء؟ خذناها في الدرس الماضي معناها السخرية والتنقص من دين الله تبارك وتعالى أو من الرب جل وعلا أو من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من أحكام الشراء من يذكر لي أمثلة ذكرنا مثلا أن يكون الاستهزاء بالخالق الجليل تبارك وتعالى أو بأفعاله أو بأسمائه أو صفاته الاستهزاء من القرآن الاستهزاء من الرسول عليه الصلاة والسلام الاستهزاء الكام الشرعية الاستهزاء من الصحابة الكرام رضي الله عنهم مثل ما مر معنا في القصة ذكرنا أن محور الدرس كان على قصة حصرت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيها الحكم الشرعي القرآني المحكم وهي أنه لما كان نبي عليه الصلاة والسلام في سفر في غزو التبوك فكان مما تكلم به بعض المنافقين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء فأنزل الله تبارك وتعالى الحكم فيها قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وهذه الشرع ومقدساته ومسلماته أمور معظمة لا يجوز المزح بها لا يجوز المزح بها ولا الاستهزاء بل حتى ذكرنا أن المسلم له حرمة فلا يجوز الاستهزاء حتى يعني مثلا الزميل في المزح المباح هذا أمر طيب لكن الاستهزاء والسخرية والتنقص من أي كان هذا لا يجوز وهي من الأمور المحرمة لكن إذا وصل إلى الشرع وإلى الأحكام وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام كان هذا من الأمور التي توصل تخرج الإنسان من الإسلام تخرج الإنسان من الإسلام في سؤال مهم جدا ذكرناها الدرس الماضي ثم تكلمنا عن الجواب أنه أحيانا يقول واحد مثلا أنه ليس جادا يعني إنما ذكر هذا الكلام على سبيل المزح والهزل ليس الجد فحكم من مثلا يستهزئ بالله تبارك وتعالى أو بالرسول عليه الصلاة والسلام مازح ما حكمه هل هذا يعفى عنه أو يؤاخذ الصحيح أنه يؤاخذ الصحيح أنه يؤاخذ لأن هذه الأشياء لا مزح فيها هذه أمور معظمة هذه أمور معظمة وشي الدليل على أن المزح يؤاخذ إنما كنا نخوذ ونلعب وجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إنما حديث الطريق يعني ليس قاصدا أن يتنقص بالنبي عليه الصلاة والسلام ويكون كمدخل هذا السؤال ما الحكمة من خلق الله تبارك وتعالى الخلق لماذا خلق الله الخلق كفانا القرآن الكريم الجواب يقول الله تبارك وتعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا يَعْبُدُوا والله تبارك وتعالى هو خالق الخلق جل وعلا وكثيرا في القرآن تأتي الآيات الدالة على توحيد الربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات لا يقولون الله فيأتي الاستدلال بآيات الربوبية على أحقيته جل وعلا بالألوهية والآن سنربط بين الخلق أنه جل وعلا هو الخالق وحده لا شريك له ومن خلق فهو أحق بالأمر والله جل وعلا يقول ألا له الخلق والأمر فهو جل وعلا المتفرد بالخلق لا خالق إلا الله وهذه حقيقة يقر بها المؤمن والكافر يعني مثل ما مر معنا سابقا أنه قليل من يخالف في توحيد الربوبية توحيد الربوبية إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله فقليل في البشرية من يعتقد خالقا غير الله موجود لكنه قليل فالله جل وعلا تفرد بالخلق وهو تبارك وتعالى يجب أن يفرد بالعبادة ويجب أن يفرد بالأمر يجب أن يفرد بالأمر ما هو المقصود بالأمر؟ الحكم والتشريع الحكم والتشريع فرض الله تبارك وتعالى الحكم بشريعته وأوجب على عباده وجعلها الغاية من تنزيل الكتب وجعلها الغاية من تنزيل الكتب وهذه قضية عامة في الرسل جميعا قال الله تبارك وتعالى وأنزل معهم الكتاب بداية الآية هذه الآية في صورة البقرة هذه الآية في صورة البقرة بداية الآية كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ثم ذكر وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وهذه قضية في الرسل جميعا أن الله تبارك وتعالى بعثهم بأحكام وأنزل عليهم الكتاب حتى تحكم أمهم بهذا التشريع وبهذا الكتاب وبين سبحانه تفرده جل وعلا واختصاصه بالحكم والتشريع مثل ما مرم عن الآية ألا له الخلق والأمر وكذلك في قوله جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء من اللي يحكم فيه فحكمه إلى الله فحكمه إلى الله وجاءت الآية القرآنية مقررة أن الحكم بما أنزل الله من صفات من صفات المؤمنين من لوازم الإيمان الحكم والرضا بما أنزل الله تبارك وتعالى قال الله جل وعلا هذا حال المؤمنين وسيأتينا بعد قليل مقارنة بين المؤمنين والكفار إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا فالإنسان المؤمن يسمع لكلام الله تبارك وتعالى وأمره جل وعلا ويطيع وكذلك هذه الآية سمعنا وأطعنا وأولئك سنذكر قضية في الآية الأخرى وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون لو سألنا أبناءنا الكرام ما معنى الفلاح؟ ما معنى الفلاح؟ اللحظة الآية إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسول ليحكم بينهم ويقولوا سمعنا وأطعنا هذا الفعل والجزاء وأولئك هم المفلحون ما معنى الفلاح؟ ما معنى الفلاح؟ كل خير في الدنيا والآخر معنى الفلاح هو كل خير في الدنيا والآخر ولك أن تتأمل ما يحصل لمن امتثر أمر الله تبارك وتعالى في صلاته وفي عبادته وفي طاعته لوالديه وفي طاعة لمن أوجب الله طاعته من أولياء أمره وفي طاعته لله جل وعلا قبل ذلك في تحكيم شرعه وأولئك هم المفلحون وجعل سبحانه تحكيم شرعه عند التنازع شرطاً في الإيمان فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوه إلى الله والرسول إن كنتم فجعل الرد إلى الله تبارك وتعالى والرد للرسول عليه الصلاة والسلام شرط شرط في الإيمان إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر لو سأل واحد من الطلاب فقال ما معنى الرد إلى الله فردوه إلى الله وما معنى الرد للرسول عليه الصلاة والسلام الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه فردوه إلى الله إلى كتابه جل وعلا وكلامه والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والرجوع له عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد وفاته والرجوع إلى سنته الرجوع إلى سنته طيب إذا تنازعنا وردين الأمر إلى الله والرسول وش العاقبة؟ ذلك خير وأحسن تأويلا هذا خير وأحسن عاقبة في كل أمور الإنسان حتى لو بدى له شيء يعني أحيانا من عدم المصلحة لكن المصلحة كل المصلحة في حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام ذكرنا هنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا أشياء ظاهرة الإنسان يسمع ويطيع لكن أحيانا الإنسان يكون في نفسه حرج هل يكفي؟ لا بد أن يرضى ويسلم في قلبه قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام بما جاء عن الله كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم إذن فيه رضا وفيه تحكيم وفيه سمع وفيه طاعة وفيه عدم الحرج ما معنى عدم الحرج؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يعني ما يقول في نفسه شيء من عدم الرضا وإنما الإنسان يرضى بحكم الله تبارك وتعالى وعكمه رسوله صلى الله عليه وسلم ويسلم عندنا الآن السؤال الآتي ما موقف المؤمنين من الحكم بما أنزر الله؟ من خلال آيات السابقة سمعنا وأطعنا ويرضى ويسلم عاقبته ذلك خير وأحسن تأويله وأولئك هم المفلحون طيب لو سألنا وش حال طيب غير المنافقين مثل ما مرنا درس النفاق وش معنى المنافق؟ وش معنى النفاق؟ وإظهار الإسلام وإبطان؟ الكفر فالإنسان في أصله كافر لكنه أظهر هذا الإسلام مخادعة للمسلمين أو حفظا له أو لأي أمر من الأمور ما موقف المنافقين موقف المنافقين ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآيات مصفات المنافقين عدم الرضا أو التسليم بحكم الله تبارك وتعالى الاعتراض على حكم كل حكم يأتي من أحكام الشر لو رجعني للإسلام وش تعرف الإسلام؟ ما معنى الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد الاستسلام يعني يعرف الإنسان أنه عبد لله تبارك وتعالى العبد يستسلم لربه تبارك استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والمخالفة المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا يريد أي حج حتى يبتعد حكم الله تبارك وتعالى ولا ينفذه ولا يعمل به فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كيحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق لما يكشف المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يأتي ويحلف للنبي عليه الصلاة والسلام لا إنما قصدنا الإحسان والتوفيق بين آرائهم ورغباتهم وبين الشريعة ويقول الله جل وعلا وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم نقف مع الآية هذه وقفة سريعة ونسألكم الآن لحظوا الآية وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وستأتينا في آية أخرى فجعل الله تبارك وتعالى أمرين حكم الله جل وعلا وشرعه اللي فيها الخير المصلحة واتباع الهواء وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وإحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا وهذه في المنافقين فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض إذن وضعه وإن كثيرا من الناس لفاسقون نسأل السؤال هذا طيب الآن ما حكم؟ الحكم بما أنزل الله أمر واجب وفرض من الله تبارك وتعالى فرضه على عباده الآن ذكرنا أن الحكم بما أنزل الله أمر أوجبه الله تبارك وتعالى طيب المخالفة لو الإنسان مثلا حكم بغير ما أنزل الله حكم بأحكام الجاهلية حكم بأحكام يعني أحكام من دون الله تبارك وتعالى وما حكمه هذه قضية فصلها القرآن الكريم وردت أحكامها في القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في الآية الثانية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون في الآية الثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون لذلك الحكم بغير ما أنزل الله الحكم بما أنزل الله واجب والحكم بغير ما أنزل الله له حالتين الحالة الأولى نسأل الله السلام والعافية قد يكون كفراً مخرجاً يخرج الإنسان من الإسلام ويخرج الإنسان من الملة وعندنا مجموعة حالة الحالة الأولى من ادعى حق التحليل والتحريم والتشريع من دول الله تبارك وتعالى يجي بعض الناس مثلاً يدعي أن له الحق هذا يعني لو جاء الإنسان وادعى من حقه أن يسجد له ادعى علم الغير هذه صفات خاصة بالله تبارك وتعالى كذلك الحكم والتشريع يعني ادعى هذا الحق فهو كافر بالله العظيم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ثم قال وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ هذا في طاعة هذا الذي يدعي هذا الحق فكيف بمن ادعى هذا الحق إذن الحالة الأولى من ادعى حق التشريع والتحليل والتحريب من دون الله تبارك وتعالى فهذا كفر أكبر طيب الحالة الثانية عندنا حكم الله تبارك وتعالى وحكم البشر حكم الجاهلية حكم الأعراف أي أيا كان مصدر هذا الحكم طيب من فضل هذه الأحكام على حكم الله تبارك وتعالى فهذا كفر أكبر أفحكم الجاهلية يبغون وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ ما معنى اليقين؟ ما معنى اليقين؟ والاعتقاد الجازم أن الله جل وعلا وحكمه أن الله تبارك وتعالى هو له حق التشريع وحق الحكم وأن أحكامها فيها المصلحة وفيها الخير في الدنيا والآخرة الثالث ما فضل أحكام البشر على ألا حكم الله لكن قال هذا حكم الله تبارك وتعالى من شاء يأخذه وهذا حكم البشر من شاء يأخذه فسوى بين حكم الله تبارك وتعالى وحكم البشر هل يستويان؟ لا يمكن الله تبارك وتعالى هو العليم الحكيم جل وعلا فلا يستوي حكم الله تبارك وتعالى وحكم البشر الحالة الرابعة قال حكم الله ممتاز والله جل وعلا ورد في كتابه جل وعلا والرسول عليه الصلاة والسلام في حياته وفي سنته ويعني أحكام كثيرة جدا فقال هذه أحكام ممتازة لكن لسنا منزمين بالعمل بها من اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب غير واجب فهذا لماذا يكون كفرا لماذا يكون هذا الأمر كفرا أعطيكم مثال آخر يعني الآن مما أوجب الله تبارك وتعالى الصلاة لو جاء واحد وأيات كثيرة في القرآن وأقيم الصلاة لو جاء واحد وأنكر هذا الحكم الشرعي ما حكمه من أنكر وجوب الصلاة أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة فهذا يكفر لماذا قلنا بكفره لأن هذا تكذيب لله تبارك وتعالى تكذيب لله تبارك وتعالى الحال الأخير أن يعتقد أن إقامة حكم الله تبارك وتعالى وشرعه فيه شيء من عدم المصلحة أو عدم لذلك يقول مثلا أن فيها شيء من العدوان أو التسلط أو عدم المصلحة أو الوحشية مثلا إذن هذا النوع الأول أو هذه الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفرا كفرا أكبر كفرا أكبر الحكم بغير ما أنزل الله هل يكون دائما الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر مخرج من الله أو ممكن يكون كفرا أصغر ممكن يكون كفرا أصغر ممكن يكون كفرا أصغر متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر قال إذا حكم الحاكم أو القاضي في واقعة معينة هو يعرف حكم الله تبارك وتعالى ويعتقده ويقول أن فيه الخير المصلحة لكن حكم بغيره لهوا أو مصلحة أو شهوة أو غيره فهذا كما قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه وعطاء وغيرهم قال هذا كفر دون كفر هذا كفر دون كفر إذن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصر الكفر الأكبر إذا يعني اعتقد أن من البشر من له حق التشريع من فضل حكم البشر على حكم الله تبارك وتعالى من سوى بين حكم الله تبارك وتعالى وحكم البشر من اعتقد أن حكم الله تبارك وتعالى غير واجب والأخير أن اعتقد أن أحكام الله لا مصلحة فيها لكن إذا حكم في واقعة معينة وهو يعتقد حكم الله تبارك وتعالى حكم غير ما أنزل الله لشهوة أو مصلحة أو مرآة لأحد أو خوف فهذا يكون من المعصية يكون من الكفر الأسر نختم في أسئلة التقويم موجودة عندنا في صفحة 162 أذكر ثلاث أدلة على وجوب الحكم بما أنزل الله ذكرنا مجموعة أدلة السؤال الثاني تحدث عن خطورة الحكم بغير ما أنزل الله الحكم بما أنزل الله هذا أمر واجب وهو من أمارات الإيمان ذكرنا من صفحة المؤمنين والحكم بغير ما أنزل الله أمره خطير جدا فالمخالفة فيه قد تخرج الإنسان من الملة قد تخرج الإنسان من الملة أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد